جديد مقتل الإمام اليمني الأمريكي المتطرف أنور العولقي صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن قتله تم بموافقة من وزارة العدل الأمريكية وفي غارة بطائرة دون طيار تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية السي اي اي في معلومات لم ينفيها مسؤولون أمريكيون البيت الأبيض رفض كشف تفاصيل عن العملية التي جارت بسرية تامة فيما أثارت هذه العملية جدلا واسعا في الولايات المتحدة حول شرعيتها الكثير من الأمريكيين ومن أعضاء الكونغريس رحبوا بمقتل الأمريكي اليمني أنور العولقي الرئيس الأمريكي باراكوبام اعتبر مقتله إنجازا كبيرا في الحرب على الإرهاب إن موت أنور العولقي يمثل ضربة شديدة لتنظيم الكاعدة وعلامة فارقة في سجل هزيمتها والمرتبطين بها العولقي هو قائد العمليات الخارجية في شبه جزيرة العربية وبهذا لعب دورا كياديا في تحتيت وتوجيه جهود لقطة الأمريكيين الأبرياء ولكن قضية مقتل العولقي أعادت إلى الواجهة الجدل حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه واشنطن فيها من جديد مسألات سيارنة القانون والحرور فقد رفع المدافعون عن الحقوق المدنية علامات استفهام كبير وعملية أدام ميدانية بدون محاكمة المركز الإسلامي في فرجينيا ندد باغتيالا خارج نطاق القضاء قالت فيها إنه من غير الدستوري أن تأمر وكالة الاستخدقية بقتل مواطن أمريكي من دون عمواطن أمريكي يدرج على لائحة وكالة المرهم المجدد مهلة لمدة يومين للمدنيين في مدينة السرق قبل قناصة القضاء في المدينة هشام خضراوي قال إن السكان